عم بشوفك من بعد ما كنت محبوس يمكن افكارك عم بتكون مقيد كتير انتك عم بتفكر في في اتجاه واحد ما عم تغيره عم بشوفك بالعكس هاي الفترة عم بتحول هذا التفكير بتحاول تغير من تفكيرك من تركيزك على موضوع المواضيع كنت تركز هون كتير وتهتم بالتفاصيل ويعني تضيع بالتفاصيل لأ شايفيتك فيما بعد رح يكون في مثل مش صحوة مثل عم تطلع بالامور اكتر بواقعية عم تطلع لبعيد عم بتحاول انه تكون حياتك افضل وهي فعلا رايحة الافضل انت كنت تفكر انه هاي التغييرات اللي كنت عم بقول عنها تفكر انه هي ضدك بس هي بالمستقبل رح تكون يعني رح تقتنع انه هاي التغييرات كان لابد منها كان يعني بصالحك مش زي ما انت بتفكر هلأ او خلال التغييرات اللي عم بتصير في حياتك على عكس المادة المادة عم بحسها بتزيد مع الوقت شوي 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 يعني مش مرة واحدة هذا الاشي جاي من عمل عمل يمكن عم تشتغله شغلتين بعضكم فعم يجي من واحد من العملين عم بتشوف فيه فيعة فكرة عائق اما يكون فيه سفر اما فيه علاقة عاطفية فيه عائق كبير او فيه شخص يعني كان يعني هذا العائق عبارة عن شخص كان فيه شخص مستهدفكم عم بيلوث سمعتكم عم بيحكي عليكم من وراكم ممكن يكون شاب ممكن يكون بنت ما دخل يعني ولكن شايفك انت ماشي على كل الاحوال هذا العائق رح ينتهي او يخف اه شايفيتك عم توصل شوي شوي لمرادك للاشي اللي انت بتحلم فيه اليك فترة طويلة ولكن لازم نذكر انه فيه عوائق انت رح تتحداها يعني فيه تحديات انت من بعد هاي التحديات رح توصل اه للاشي اللي بدك اياه فيه موضوع عم تستنى يعني فيه موضوع عم تستنى اليك فترة عم بتشوف النتيجة عم توضح الامور عم اه شوفوا عم عم بيصير فيه كمان اللي هو فيه اسرار فيه حقائق فيه شغلات انت كنت كتير بحيرة من انه يعني اه انا شايفة انه فيه غدر من اقرب الناس اليك هذا اردي صار على العموم يعني اه على اغلب بيكون صار اردي فما رح يصير بالمستقبل خلاص انت صور تتفرق بين الصالح والطالح عم تحتفظ بالناس الايجابيين اللي في حياتك وعم تودع الناس اللي يعني بيكرهوك رح تكتشف مين بيكرهك من مين بيحبك بسبب انك رح تكون في موقف ما هذا الموقف رح يحدد لك يعني الاصدقاء زي ما بيحكوا الاصدقاء بينعرفوا او كذا الانسان معدنه بينعرف من المواقف فرح يصير فيه عندك موقف يعني لا تخافوا ما فيه شي بخوف ولكن هذا الموقف رح تكتشف اللي معاك من اللي عليك ففيه حقائق كتير عم تحصل عليها هاي الفترة وهون عم بشوف فيه اللي قلت لكم عنها شوية مشاكل شوية توترات عم بتكون في بداية الفترة ولكن في النهاية انت رح توصل للي بالدكية فكون صبور كون انا بعرف التور يعني بيجمع بيجمع بعدين بينفجر مرة واحدة فلا بقولك هاي الفترة لا تنفجر لا كذا مشي الامور شو ما كانت اه مشي للناس اه يعني اخدهم على قد عائلهم وكمل لانه النهاية لصالحك اه هذا كمان ممكن يكون على صعيد عاطفي عم توصل لمرادك على الصعيد العاطفي عم تشرق الشمس على حياتك من بعد طبعا صعوبات من بعد تعب من بعد تعب نفسي حتى شايفي عندك حتى الصحة عم تتحسن هون بشوف اكتر للناس اللي عم تدرس او ناوية انها تدرس شايفي نتائج حلوة كتير كتير لبرج التور ولكن بيحتاج كتير من اه التركيز اه الحظ ما رح يكون مية بالمية معاكم لذلك الرك كله او لازم تركنوا على المجهود اللي انتوا اه تعطوه يعني اذا كنتوا تعطوا مجهود خمسين بالمية لازم تعطوا مجهود او افورت للموضوع للدراسة اكتر يعني مية بالمية عم بشوفك بتحاول تغير الامور الامور عم تتغير ولكن بصعوبة ببطوء شوي ولكن زي ما قلتلك في النهاية في في نجاح في هذا الموضوع اللي انت عم اه بشوف هاي القراءة اغلبها عم بتكون عملية رح نشوف العاطفية لبرج التور شو عاطفيا ممكن? هل في تغيرات هل ما في تغيرات? فخلينا نشوف ازا. خلينا نشوف ازا لبرج التور عم بشوف في عندك اه يعني مثل اه نصر او امنية عم تتحقق من بعد اف يعني حسينا باليأس حسيته باليأس اه بشكل عام بالعلاقة العاطفية بانه الطرف التاني ما رح يتغير ممكن تكون المشكلة من عندك انت يعني القراءات العاطفية انتو دايما بتعرفو انه ممكن تكون اه عكسية لانه هاي قراءة عامة. اه خليني اذكر الطاقات عم بتكون هوائية. عم بتكون ترابية. وما ايه اكتر شي. عم بشوف في امنية بتتحقق يعني شي مستنينه بالعلاقة العاطفية انه يسير وعم يتحقق فعلا. عم بشوف في مصالحة في اه التطور للعلاقة بالنسبة للمتزوجين عم شوي اه قلنا قبل شوي بالحياة العملية في شوية صعوبات فعم يهربوا من اه ضغط العمل اه بالمشاعر بالحب اه فشايفة لا بالعكس. ولكن اذا كنت زكر او انثى يعني عم بشوف الزكر هو المسيطر على الانثى اكتر. وكأنك وكأن الانثى يعني انا مش عارفة اللي عم بيشاهدوني يعني نص هيك نص هيك. فالانثى راح تكون اللي هي مش تبادر ولكن عم بتحب الذكر اكتر. عم بتحب الرجل اه اكتر ما هو بيحبها لكن في حب متبادل بين الشخصين. شايفة انه حتى اللي حواليهم حتى يعني عم يجمعهم شي عم يجمعهم بيت عم يجمعهم آآ سفر عم يجمعهم شي يعني حيلتقوا بطريقة جديدة مش زي ما تعودوا. عم بشوفك يا برج التور عم آآ بتعمل صلوات آآ بيمكن بتخلي حتى الوالدة او الوالدين عم عم بيدعو لك بتخلي حدا عم يدعي لك آآ شايفيتك عم تعطي هاي الفترة وكأنك مضغوط جدا وبحاجة للفرج آآ بقرب وقت لذلك عم يعني بتزيد من الصداقات بتزيد من لانه هاد الكرت لو ما طلع مقلوب بيكون الحرص يعني الحرص على كل شي فهي الكرت طلع مقلوب عم بتكون كريم آآ على كل النواحي برج التور اصلا كريم يعني بس انه عم بتكون اكتر هاي الفترة عم بتحاول كمان تزيد شوي من الآآ وكأنه ما عندك كتير كان آآ تدين او آآ روحانيات عم بتحاول انك آآ تشتغل على هذا الموضوع. كان عندك ادمان وبعرف شو ادمان على شخص ادمان على آآ شي معين آآ ممكن يعني مش آآ مش شي سيء ممكن ادمان على تلفزيون ممكن ادمان على انترنت عم بتحاول تعمل توازن وتطلع من هذا الادمان عم بشوفك عم بتطلع من هذا الادمان كله عم بتطلع من هاي الطاقة السلبية عم بتحاول يعني هون انك تحول طاقتك من سلبية ايجابية. فعم بشوفها بتمشي على خير. آآ هذا الكرت عم بشوفه انه بما انه طلع مقلوب فالمعنى ايجابي يعني عم بتكون الملائكة يمكن العم بتكون فيه عناية الالهية. انت بتفكر انه خطواتك آآ متشائم انت على فكرة بالفترة الماضية لحد هلأ متشائم. يمكن اضآ كمان بالفترة الجاي مش كلها طبعا. بدايتها تكون لسه مستمر على التشاؤم. ولكن راح تحس انه فيه عناية الهية كل ما توقع عم فيه ملاك عم يمسكك في آآ يعني فيه اقدار آآ يعني فيه امور انت عم بتحسها انها هي سيئة ولكن آآ يعني وقعت ممكن انك توقعها ولكن عم الملائكة عم بيساعدوك انك ما ما توقع بهاي الامور. كمان شايفة انه فيه شخص معين يمسك عم يهمكم او يعدكم في موضوع شايفة انه هذا الشخص كذاب مش سادق. هاد الكرت بتعلق اكتر بالعمل ما بعرف ليش طلع بالعلاقة العاطفية ولكن فيه شخص ممكن يكون آآ ناري ممكن يكون ناري هذا الشخص. آآ عم يهمكم بموضوع معين ناري او مائي يعني. آآ هون عم بتصير ثقة ثقتك في نفسك اعلى عم بتصير آآ بعرف فترة الماضية كانت كتير سيئة حتى انها زعزعت الثقة بينك وبين حالك مع انه برج التور من الناس يعني عندهم ثقة كبيرة في حالهم آآ وبتميزوا كمان بالصبر يعني صبورين صبورين على الاخر انه ضلهم يكافحوا لحد يت ما يوصلوا للي بدهم اياه. وفعلا عم بشوفك آآ عم بتقدم هاي الفترة عم بتقدم اكتر ما تاخد بتقدم الشغلات الحلوة لانه هاي الفترة عم بتكون يعني الكون عم ياخد منك اكتر ما يعطيك ولكن لما يعطيك بيعطيك بوفرة. فشايفيتك آآ عم بتقدم شي للحبيب او الحبيب عم بيقدم لك بنعرف انه القراءات العاطفية هون ممكن تكون عكسية آآ عم بتكون كمان هاي الاشارة عم بتكون العلاقة بينك وبين الشريك عم بتروح لمدى بعيد مش اللي هي مؤقتة او علاقة آآ نزوة او كزا آآ في صدق بالمشاعر بينك وبين الحبيب. هادا الكرت قلنا عن العمل. في شخص عم يحاول يخدعك او كزا. لكن من الناحية العاطفية لأ هادا الشخص انا بشوفه انه آآ عم بيحبك عم بيقدم لك آآ الحب كله عم بيفكر فيك في في اليقظة عم يحلم فيك حتى في الليل ممكن آآ حاطط عينه عليك اللي هو طول الوقت عم بيكون مرائبك ممكن. للناس اللي مش آآ للناس اللي هم عزاب ما عندهم اي حدا في حياتهم في عندهم معجب من طاقة مائية او طاقة هوائية. عم يتقدم هذا الشخص خطوة للامام عم يصرح ب آآ ببداية علاقة جدية عم بيكون صادق. شايفي كل الصدق في هذا الكرت. آآ هون شايفي فيه تحول في حياتك. آآ قلنا عنه قبل شوي ممكن يكون في العمل. كمان هذا التحول طلع معانا كمان بالآ بالعاطفة المشاعر رح تتغير ناحية آآ الشريك. ازا كنت آآ مشاعرك كتير حارة وكتير آآ منفعل كتير آآ مشتاء كتير كزا عم تقلب للعكس. والعكس صحيح ازا كان مشاعرك حاليا آآ باردة عم بتكون آآ كتير آسي عم كزا عم تتغير للعكس. فشايفي فيه هون زي انعكاس آآ او آآ انقلاب في المشاعر يعني. انت عندك كل هاي الفترة تقلبات. بس هاي فبالآخر رح تكون كتير مبسوط آآ زي هون رح تكون آآ كتير مصيطرة على كل الامور. رح يصير في عندك استقرار في الحياة من ناحية العمل من ناحية العاطفة آآ رح تنتصر بأمر معين آآ ولكن ما حد رح يساعدك. شوف كل الناس اللي عم بتحاول انه توعدك وكزا مش من ناحية العاطفية عم بقول بشكل عام يعني مش بس بالعاطفة. كل الناس اللي عم بتحاول تخدعك او كزا عم تنتصر عليهم آآ عم بتفركشهم واحد واحد آآ من حياتك. فبالعكس آآ شايفك انه عم بتركز اكتر على هدفك مع الوقت. وعم بتكون بتحقق هادا الاشي اللي في بالك اللي ما بعرف شو هو. ولكن على جميع الاصعدة في عندك نجاح. وفي عندك شي ماسكه بايدك يعني في شي رح تمسكه بايدك. آآ شايفيتك ماسك ايد الحبيب ممكن شايفيتك ماسك آآ مادة اكتر. ولكن منطلع عنا خمسة خمسة. يعني اللي هو رح يكون في تحول زي ما قلنا. رح يكون آآ نهاية لأمور معينة في حياتك. بداية جديدة. في ناس كتير من برج الثور آآ عم ببلشوا او حي بداية جديدة على جميع الاصعدة. مختلفة عن القديمة تماما. ولكن هم في ناس منهم عم ببلشوا من الصفر. موافقين عادي انه يبلشوا من الصفر آآ ولكن على نجاح. يعني شايفي في نجاح بهذا الموضوع. آآ الطاقات آآ زكرناهم آآ عم بتكون ترابية هوائية مائية. ما بعرف ازاكرناهم او لا بس. طيب ناخد اوراكلز لبرج التور. بيقولك انه ما تفكر انه اللي انت هلأ فيه رح يدوم طويلا. بيقولك اصبر آآ يعني هاي الفترة جدا مؤقتة محدودة آآ فترة التشتت الضياع اللي طاقتهم شوي ضايعة ما عم يعرفوا راسهم من رجليهم عم بلشوا بداية جديدة. بيقولك انه انت على الطريق الصحيح. فهاي فترة التحديات رح تكون جدا محدودة. وبعدين رح تبلش بداية جديدة. ناخد كمان مثلا ازا برج التور آآ يعني ان خلال الاوراق بشكل عام. بنصحك انه ما تعصب هاي الفترة. اعتبرها انه فترة عابرة. بالعكس في انتصارات كتير رح تتحقق. في عدل رح يتحقق. في نهاية هاي الفترة. فبس آآ نعمل كنترول شوي. عمشاعرنا. كل شي رح يصير تمام. حتى الناس اللي حوالينا ناخدهم على ادعاء لهم. طلع لك اتنين خلينا نشوفهم. ايش هم فعالي او يمكن اسمعت خبر آآ زعع لك. آآ شوي شوي عم تتخطى هذا الموضوع. عم تتخطى كل الصعوبات وعم توصل للي بدك اياه. آآ بالاخير في عندك اللي هو فرحة احتفال. يمكن تعزم آآ حدا بمناسبة معينة. آآ شايفتك آآ فرحان في القمة. والناس اللي كانوا يعني آآ غيرانين او كانوا بيحفروا لك آآ يعني كانوا يحكوا عنك. كانوا آآ معاديين لقلك. شايفيتهم تحت وانت فوق بمكان آخر. فبدنا شوين اتفاقل يا برج التور عشان نمشي هاي الفترة.